تواصل مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية وضمنهور معايشة أجواء الغناء الجذابة يأتي ذلك بعد أن استضافت دار الأوبرا المصرية ليلة جديدة من ليالي الطرب والفن ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين ليلة جديدة من ليالي الطرب والفن بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين ليلة مليئة بالتنوع الغنائي حيث بدأت بعرض لكرالي مركز تنمية المواهب بساحة الأوبرا بالإضافة للحفلات الأخرى التي تقام على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ليكون هذا المهرجان منصة جامعة بين الفنون العربية المختلفة بالنسبة المهرجان الموسيقى العربية يعني ده حاجة اتربنا عليها من أيام الله يرحمها السيدة الرتيب الحفني وليل إنه بيجيب لنا جميع جنسيات العالم في بيبقى اختلاط بيننا وبينهم في الأعمال ونسمع أنواع وأنماط ما كناش بنسمعها قبل كده يعني النهاردة عندنا حفلة للموسيقى رباليخ حمدي والأكت التاني هيكون وردة فأنا هغني من ألحان الموسيقى رباليخ حمدي هغني قونة مستنياك وهغني هوايا هوا طبعا مهرجان الموسيقى العربية ده عيد للفنانين كلها بتاعة مصر يعني إحنا إحنا أولاد دار الأبرة المصرية فطبعا ده عيد بالنسبة لنا كلنا في بيتنا إحنا بنستضيف كل النجوم العرب عشان يجوا يحيوا المهرجان الجميل اللي حالك شايف الجمهور ما شاء الله مال المصرح النهاردة لا المميز وجودك ومشاركتك نفسها في الحدث ولو حتى يعني لو لمدة صغيرة أو لحاجة بسيطة بس وجودك نفسه ده شرف كبير لأي مطرب بدار الأبرة المصرية منذ اليوم الأول لهذه النسخة تشهد ساحة دار الأبرة المصرية أقبالا من محبي وعاشقي هذا المهرجان الذين ينتظرونه كل عام لما يتضمنه من حفلات تناسب جميع الأذواق الفنية المختلفة ليستمتعوا بليال موسيقية عربية جميلة أنا فلسطينية مقيمة في الولايات المتحدة وحاليا سياحة هنا طبعا أنا بحب الموسيقى العربية بحب الموسيقى الأديمة بحب التراس العربي كثير غاني وردة بليغ حمدي مكلسوم طبعا شي رائع جدا فأنا أول ما سمعت عن الحفلة كنت شوق جدا أني آجي وألحق تذاكر والحمد لله مصوطة جدا بالمكان جميل طبعا دار الأبرة طبعا لها مكانة عظيمة جدا فنيا والمرة دي والسنة دي التوذيبات أكتر من رائعة من أول الأنترنس الحقيقة مختلفة وجميلة الحقيقة جدا أول مرة أجي المهرجان للسنة دي كنت موجود في حثلة الافتتاح والنهاردة تاني موجود وإن شاء الله برضو جاي يوم الثلاث فإن شاء الله تبقى حاجة ممتعة بإذن الله يعني كل سنة باستنى وبكون حريصا أني أحجز والحق التذاكر لأنها بتخلص بسرعة فبالعكس شيء رائع وأتمنى أنه يقعد فترة أطول كمان أجواء فنية وتنظيمية عالية تليق برواد هذا المهرجان الذي تستمر فعلياته حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بإجمالي 47 حفلا تؤكد على أن مصر دائما ما تجمع الأشقاء من أنحاء الوطن العربي في منارة الإبداع والثقافة دار الأوبرا المصرية محمود جميل التلفزيون المصرية